مساء الخير مشاهدينا وأهلا وسهلا بكم في بيت للكل الحقيقة بيت للكل بينور بمشاهدي في استوديو القاهرة بيرافقني في حلقة اليوم زميلي العزيز من الأردن رعد مساء الخير يا رعد مساء الخير شافكي ومساء الخير لكل المشاهدين والمتابعين أكيد اليوم بهذا المساء وإن شاء الله تكون حلقة خفيفة ورطيفة وإن شاء الله تكون حلقة جميلة إن شاء الله بإذن الله رعد أنا دايماً بحس إنه المسرح والشعر والفن والسينما كل أنواع الفنون بتعمل بتشكل الوجدان يعني هتلاقينا إحنا كمان كأجيال بتشكل وجداننا بأعمال كتير قوي فنية بشعراء بأفكار يعني هو ده اللي بيعمل كده للوجدان حالة حلوة فكل ما كانت الأعمال قوية وكل ما كانت الأعمال مؤسرة بتعيش على مدار سنين وسنين يعني يعني هي شافكي زي ما حكيتي أنه دايماً بنحس الأعمال هي مرتبطة بالأحداث اللي بتصير بذلك الوقت يعني بنشوف بتمشي بهاي الحقبة يكون في حضارة معينة بصير فيها دراما معينة إحنا اليوم بنشوفها وبنشاهدها ونستذكر هاي الأحداث حتى اليوم نحكي بمصر بالسينما وأيضاً بالأردن عندنا موجود بعض المسلسلات الموجودة اليوم نستذكرها على مراحل زمنية كانت وحقم زمنية كانت هي ممكن تكون من وحي الخيال لكن هي وحي حقيقة بالفعل يعني نشوف كتير مشاهد مسلسلات الدراما موجودة هي بتمثل الواقع الأردني الموجود عندنا بالأردن تحديداً بتمثل واقعنا الأردني وهي مرحلة من المراحل احنا مرينا فيها فهذا شيء موجود بكل دور السينما أيضاً والمسلسلات صحيح عنشان كده أنا شخصياً كمان لما بتابع أعمالها فكرة أنا بحب أعمال أردنية كتير وكنت بتابع حاجات كتير ومسلاً فاكرة رأس غليس رأس غليس يعني فاكرة فايس أولي وانا طفلة وكنت أتفرج عليها وأهلي كانوا بيتفرجوا عليها مكنتش ببقى فاهمة إيه فايشرحوا بس شوف أدي إيه الحاجات بتأثر في الواقع هي التاريخ زي هيك مثلاً زي ما تفضلتي رأس غليس هو بتحدث عن البداوة الأردنية عن قصص موجودة كانت موجودة بذلك الوقت واليوم احنا كمان بنقش نستذكرها بنظل نحافظ عليها الأهم من ذلك هي الاستمرارية دائماً شابكي كتير مهمة للحضارة الصادقة وبتخليك كمان كمان حقولك حاجة لما أنت بتتعرف على ثقافات الشعوب من السينما من الدراما من الوعي الحلو من القراءات اللي بتروحها فلما تيجي تزور الدول دي بتبقى عارف شعبها يعني أنا ما بروح لأردن لأني عارفة الشعر وعارفة الأدب وعارفة الفن وعارفة هما بيحبوا إيه فخلاص أنا ببقى بعرفة تعامل مع الشعوب دي يعني مثلاً ما بروح مهرجان جرش في كتير فخلاص أنا بقيت أردنية تماماً يعني عارفة السردية عاملة إزاي وإن اللي بيحصل فده الفن هو أقرب سفير إلى الوجدان يعني هو يوري كل حاجة بشكل ورسالة سريعة جداً اليوم شافكي يعني ليالي الحلمية وأيضاً أرابيسكي يعني هاي الأعمال حتى اليوم أنا ماشي شوارع القاهرة بستذكر هاي الأعمال صحيح نجدش اليوم مهم إحنا نستذكر هاي الأيام السابقة بأعمال كانت سابقة ومهمة جداً اليوم توثقت بدراما وسينما طب داحي خلينا أنا سألك بعض سؤال لما أنت أنت تبعت أعمال مصرية لما بتنزل الشارع المصري حاسس إن الدراما قدرت تنقل لك مين هم المصريين؟ صحيح هذا شيء يعني قربتهم لك؟ أكيد قربتهم يعني أكيد إحنا نحن نحكي الإختلاط وأنك تيجي على المصر وتشوف المصريين هو جزء لا يتجزئ من موضوع أن الدراما اليوم كيف تحكس شخصية الشعب المصري؟ فهذا شيء مهم أننا اليوم نتحدث عن أنواع الدراما بكل أشكالها كيف مهمة حتى أنك تتابع هذه الدراما حتى أنت اليوم تشوف ثقافة هذا الشعب ثقافة هذه الدولة أيضاً شعوب عربية كثيرة لما نتابع اليوم الثقافة من خلال الدراما أيضاً ممكن ننقلها لدول غربية وهذا شيء يعني جزء مننا ومن تراتنا ومن أصالتنا ومن تاريخ البلد اللي إحنا موجودين فيها خد بالك يا رعد والله إحنا في دولنا العربية عندنا من الثقافة والفنون كبيرة جداً حاجة كنوز الحقيقة طيب خلينا نبدأ بقى حلقتنا مع مشاهدينا وإيه رأيك كده نسلم على زميلنا العزيز في العراق ونروح لزميلنا العزيز أحمد شكري في العراق ونرقع نكمل معيكم من استوديو القاهرة في بيت للكل ملت شافكي ومستمرين في برنامجنا العربي بيت للكل لكن هذه المرة من العراق حقيقة موسم درامي ضخم في العراق أعمال مهمة كانت سنوات عجاف طويلة للأعمال الدرامية في العراق بسبب التمويل وهذه الأمور لكن اليوم قناة العراقية العامة ومديرية الدراما في قناة العراقية العامة تسع مسلسلات مهمة بنصوص بوجوه شابة من جيل جديد بالإضافة للوجوه المهمة العراقية اليوم ضيفتنا ضيفة ونجمة عربية في مجال التمثيل العراقي هي الفنانة القديرة إيناس طالب في بيت للكل إن شاء الله تكون أطلالة أولى في القنوات العربية من خلال برنامجنا العربي نورتنا ست إيناس وأبارك لتعمل انفصال شكرا جزيلا حضرتك النور والسرور وأني سعيدة بتواجدي بهكذا نوع من البرامج وبهذا المستوى طبعا العراق العربي نورتنا العنوان انفصال شي يعني لتبدأ هذا العنوان انفصال باختصار أقدر أقول أنه انفصال الأسرة عن المجتمع العائلة بينها ما بين بعض هذا التفكك الأسري أو الشرخ الذي يصير بين عوائلنا نتيجة بعض الأسباب واللوافق التي تحصل من خلال السوشال ميديا من خلال بعض الانعكاسات التي تصير سلبا على العائلة العراقية فحقيقة يعني انفصال تجربة مهمة بالنسبة لي وإحنا تناولنا من خلالها يعني مواضيع حساسة جدا لأنه هو يعني مهتم أو هموم المرأة تحديدا وبالإضافة إلى أنه حالات الطلاق نحن ركزنا على هذه حالات الطلاق شنو أسبابها شنو دوافعها شنو اللي يخلي المرأة تصل إلى هذا الخيار أو إلى هذا الحال والرجل أيضا من خلال النصوص نتابع في الوطن العربي فريش شوقي جعلوني مجرما من خلال الفيلم اللي يعرض تغير قانون بالدولة كان هو السابقة الأولى إلغاءها بأن طفل بالأحداث وعليا سابقة أولى استمر بعملية بأن هذا تنشال من صحيفة الأعمال اللي موجودة في أمن الدولة بعد هذا الفيلم تغيرت الدولة وبدأت تغير قانونها من أجل أصلاح ذول الشباب يقول حتى لا يستمر بالعداء من خلال الفيصال نعم صارت هي هذه الرسالة هي هذه الرسالة اللي إحنا نأكد عليها إنه إحنا نريد نوصلها حتى الناس أو القانون ممكن التشريعات القانونية تصير لصالح المرأة أو لصالح الرجل وتسن قوانين أو تحدد قوانين وتشرع قوانين جديدة لصالح الأسرة لصالح يعني للحد من هذا العنف الأسري اللي إيدي يصير والتعنيف بالنسبة للمرأة طبعا تحديدا أعمال مهمة حضرت ما قدمتها من البدايات إلى اليوم يمكن أول عمل كان عام 95 96 96 بالضبط هذه الأعمال المهمة اللي تواكبت بظهورة منذ البدايات بأدوار مهمة وأدوار بطولة إلى اليوم دائما نقول إحنا مو كل الفناني يستمرون بنفس العطاء لكن ما شاء الله الحمد لله والشكر بأن النجاحات المستمرة اللي حضرتش تقدميها اليوم شاهدنا أي ناس طالب بشكل جديد من خلال انفصال نعم دور المحامية أو من يبحث الباحث الاجتماعي من يبحث عن حقوق الناس هذا الدور مرهق حتى بالحياة نعم شنو المشهد اللي حسيتي صدق نفس اجتعبتي نفسيا من خلال أداءة تصدق إذا أقول لك أنا تقريبا أخذت فترة يعني سحبت علي الشخصية نفسيا وجدانيا طبعا تقمص الوجداني أنا أساسا يعني بالحياة موجود عندي يعني أي شخص يحتي شيء أحس رأسا يمي الموضوع ما بالك أنه شخصية عشت بيها عشت بأبعادها النفسية عشت بأبعادها الاجتماعية عشت بكل تفاصيلها وحيثياتها فحقيقة أثرت علي وانسحب علي هذا الموضي لفترة معينة بس حاولت أقدر أتخلص من عندها لأنه بالتالي الممثل هو قادر على أنه يخلق هذا الفصل أو يحقق هذا الفصل ما بين الكاركتر اللي يأدي وما بين حياته هذا النص خلاننا نتعرف اليوم على الباحثة الاجتماعية اللي المفترض يمكن كثير مغيب عنهم هذا العنوان المهم حتى بالمدارس بالوزارات وخاصة في قضايا الأسرة صحيح أنه عمل أو طبيعة عمل الباحثة الاجتماعية ما أحد مطلع عليها بشكل دقيقي ما أحد يعرف هي أجد تسوي حقيقة هي خلف الكواليس بس هي عليها جهد كلش كبير لأنه هي تفوت بتفاصيل وحيثيات حالات الطلاق أو الأزمة اللي تمر بيها العائلة يعني حتى تحصيلها الدراسي أو العلمي ما أحد يعرف هي شو مخلصة من هي يا أما علم نفسه أو علم اجتماع فهي حالة حال أي طبيب نفسي ممكن تعالج عندها ممكن تصحح المسار ممكن ترجع الناس على الطريق الصح فهذا كلش مهم وهو يشكروني علي على فكرة طبعا كل من تابع انفصال قاموا تشهدنا الحلقة بعد حلقة تساعد ذروة الأحداث وخاصة في قضايا مهمة كنا نقرأ النصوص ما بين السطور وفي بعض الأحيان كان هناك كثير من النصوص مسكوت عنها ما نتناولها في مجتمعاتنا خاصة الشرقية لكن اليوم دخل نص انفصال بجرأة للمشاهد العراقي وخاصة الطرح نعم الطرح المعالجة الدرامية كانت دقيقة نسى بالمشاهدة في بعض الأحيان لقنوات بالتايتل الإخبار إن شاهد ارتفاع حالات الطلاق بالعراق شيء مرعب صح بسبب مسببات عدمه على الشباب دون بلوغهم سن الرشد ويزوجوهم خلاص أنا أردى الزوجة لابني وأفرح به لا لا وأكو أسباب على فكرة يعني يعني ما يشيلها العقل حقيقة خارج عن المألوف الواحد ما يستوعبها بالوضع الطبيعي أو الحياتي بس من يكون إن داخل المشكلة لا يقول طبعا هي هذه سبب رئيسي هي هذه ممكن تأدي إلى الطلاق دور الباحثة الاجتماعية داخل هذا المسلسل لو اليوم بيدت ورقة وقلم وممكن تكتبين نص آخر لمعالجات الحياة الحقيقية شنو ممكن تضيفيه على هذا النص يعني ضمن السياق لدرامي أنا أشوف كانت المعالجة دقيقة جدا مع بعض المحاذير لأنه أنت تعرف حضرتك يعني ما نقدر نتخطى أكثر لأنه يعني أعراف مجتمعية أكو تقاليد يعني محكومين بيها طبعا رموز وما إلى ذلك فإحنا مقيدين إلى حد ما لكن الطرح عندنا كان محسوب محسوب مدروس نعم يعني ما كان بشكل عشوائي لذلك انفصال تفاعل الناس مع الحالات اللي إحنا طرحناها كان تعاطف أكثر ما ضد يعني ما كانت قضية أنه هي ضد وهذا ضد وليش طرح فيه موضوع وليش قضية حساسة علم أن إحنا تناولنا الخيانة تناولنا الخلافات البسيطة تناولنا إحنا المخدرات تناولنا العمر دون سن الـ 18 أو سن البلوغ يعني هما ما بالغين يروحون خارج المحكمة أو حتى قضية الأطفال فعلا مواضيع حساسة كانت في الأعمال القادمة بأن تكون هناك طروحات أهم طروحات أخطر بالمجتمع العراقي هذا اللي داد أقولك يا حضرتك أنه إحنا كسر النمطية كسر النمطية بالنسبة المتلقي كل شي مهمة الآن إحنا مطالبين بهذه المنطقة الاشتغال على هذه المنطقة حتى خلص المتلقي صار ذكي وواعي وفاهم ويعرف أنه إجدتري تسوي وشنو رسالتك من خلال هذا العمل وشنو توجهك فكسر النمطية هذا يعني قضية أساسية إحنا علينا الآن دورنا إنه إحنا نشتغل عليها ونركز عليها حضرتك اللي تتطلع بمجال الرياضة الشجعين شي يعني إلى حد الموارد منتخب الوطني طبعا أكيد إشهار البطاقة تكون من الحكم أما في حالات الإنذار أو في حالات الطرد نعم إشهارينا البطاقة الحمراء بوجه موقف من المواقف اللي من خلال هذا المسلسل ما تحبيها تكون متواجدة بالمجتمع العراقي يعني هي أكثر من واحدة حقيقة بس يعني الخيانة 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 أشوفها قاسية جدا أقصر شعور الخيانة دائما نكره الخيانة في جميع المجالات يعني مو فقط الزوجة حتى ويا الأصدقاء ويا المقربين تكون خيانة المقرب تكسر الظهر مثل ما نقول خذلان خذلان حقيقي تخليك تراجع عن حساباتك في وقت متأخر اليوم يعني أريد أنظر للدراما العراقية دائما نقول بأن الدراما العراقية لن تتجاوز حدود الوطن في مستوى الأعمال العربية اللي موجودة نشاهد ممثلين من سوريا من الأردن من مصر يشاركون بالأعمال العراقية لكن من النوادر بأنه شاهد الممثل العراقي المبتكر المبدع أنه تجواجد في أعمال العربية الخلل وين؟ أنا خلي أقول بداية نحن بهذا الموسم قدمنا موسم استثنائي على مستوى الدراما طبعا ومختلف وهذا يحسب إلى شبكة الإعلام العراقي وإلى مديرية الدراما حقيقة كان استثنائي كان مختلف على مستوى النوع وعلى مستوى الكم هي محاولات المحاولات موجودة لطالما المحاولات موجودة فهذا اللي تتحدث عننا أكيد جاي يعني أس سون أس جاينا قريب أكيد يعني الممثل العراقي رح يتسوق صح رح يتروج له صح صارت حملة دعائية جيدة لصالح الأعمال يعني تم الترويج يعني تم الترويج من أسوألها بشكل جيد تعرف إحنا هذه ما كانت موجودة من عشر سنوات إحنا مغيبة حتى الأعمال الدرامية وإنتاجها ما بالك الآن أكو نتاج أكو ترويج أكو تسويق أكو لوحات دعائية صارت في الشارع فهذا يعني شون تقول يعني أول خطوة على الطريق يعني بدينا نصحح مسار فإن شاء الله نقول يعني متفائلين يا رب هذا الموسم الدرامي نسألت بين شنو يعني معايير الظهور والاختفاء والغياب عند الممثل شو وقت يظهر وشو وقت يغيب عن الساحة يعني هذه أولا مرتبطة بظروف يعني أكيد يعني عائلية ممكن تكون شخصية هذه ما نقدر نخوض بيها لكن بالنسبة للعمل بالنسبة للعمل أنا أشوف ديمومة العمل واستمرارية العمل مهمة بالنسبة للممثل أما إذا هم حاولوا أن يغيبون الممثل يعني من خلال يعني استبعاده أو إبعاده عن العمل ومشاركاته بالأعمال فأكيد أكيد يعني أحيانا تكون خارجي إيراد من اللي يقيم محددات النجاح أنا ما أؤمن بالمشاهدات بصراحة لكن أنا يهمني أنه التفاعل الحقيقي بالنسبة لي هو الناس أنا معياري الحقيقي هو الناس الناس من تقول لي وين حلقة انفصال شنو المناع العمل شنو حجبة والحلقات ليش منازل الحلقات على اليوتيوب على البرحة السيلوني إي لا حقيقة يعني ليش ما دايطلع المسلسل زين ليش أنت ردت فعلش ما كانت بهذا الشكل برافو عليك حيشيتوية المحامية وتصديتي فهذا شنو هذا معيار حقيقي إنه أنت الناس تتابعك وتشارك أما المشاهدات يمكن يعني أنت يعني نعرف الموجود من خلال المشاهدة ماكو مشاهدات وهمية ماكو تفاعل حقيقي ماكو رسالة واصلة للناس ماكو عمال الطب وتطلع ماحد سائل عنها وحتى الممثلين ما احترامي لهم والجهدهم بس يعني يعني ممركزينوا إياهم مسألة عن الألقاب كانت تطلق في البلدان العربي مثلا سندرلا الشاشة وحش الشاشة الزعيم هذه الألقاب من شاهدها بالعراق موجودة عندنا من النوادر يطلق على فنان أو فنانة بلقب معين لا هو حسب الشخصية حسب الشخصية مثلا يعني مثلت سعاد خاتون منها يباشا صار مقرون بيا خاتون أو مثلا فاتنة بغداد ظل مقرون بيا فاتنة بغداد فهي المسميات تجي من خلال الشخصيات وجد هذه الشخصيات أثرت وشكلت حضور عند الناس فأعتقد يعني هو هذا إلى دور أكثر أسأل منه كان المثل الأعلى الحضرتك بالبدايات من التابعين الشاشة بأجيال قديمة المسلسلات القديمة من النساء كانت تقولين بأن هذه هي اللي أشوفها بأن أنا أشوف نفسي مثلها يعني حتى أكون صريحة مو أشوف نفسي بيها أو أشوف نفسي مثلها بس أنا من كل من كل شخصية أخذت شي يعني على صعيد الرجال والنساء من كل شخصية أخذت شي وأني بدأت صغيرة على فكرة بداخل المجال فبديت محظوظة يعني أنا مع الكبار اشتغلت مع راحلين يوسف العاني وقاسم محمد مع عرض الألقاب يعني سيدة فاطمة ربيع سيدة شذا سالم هند كامل كلهم كلهم فكلهم استفادت من عدهم حقيقة لذلك أنا هذا السلوك أو شوني يقول لك القواعد يعني بدأت تكبر ويايا وبدأت ويايا بداية صح فالحمد الله يعني أقول أنا كل شخص محظوظة من حيث الفرص من حيث التجربة ومن حيث الناس اللي عملت وياها جميلة الشاشة أداء وحضورا وخلوقا شكرا وإبداعا إيناس طالب نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل وإن شاء الله نشاهد الأعمال القادمة وإحنا مطمئنين بأن الدراما العراقية بخير بوجود أسماكم شكرا جزيلا وأنت كذلك رائع بالحوار وأني كلش سعيدة بتواجد لكم كل الاحترام إلك كل زملائة شكرا جزيلا شكرا حضرت إذن زملائي هذا كان المشهد من العراق خاصة بالأعمال الدرامية في هذا الموسم المهم راح أترك لكم المجال بنتكملون وتخلونا نطلع على باقي الأعمال في مصر والأردن ونتمنى بأن تعود فلسطين بأمان وسلام وحقيقة المشاهد المرعبة تنتهي من الوطن العربي لكم الجو لإكمال باقي فقراتنا من برنامجنا العربي بيت للكل ازاي يعني جراء عام قولوا انت بث شهيرة كارابان وهو يعرفني على طينا اسمي أنيسة سوني أنيسة مادام اللي تشوفوا حضرتك تكلميني في إنجازاتك ابن بيداه مني يا صدفة ابن دانوية يا نص احنا الثلاثة ولاية يعني هنبقى مرتشة للقريب والغريب لازم نتجاز هيحصل وهتقولي جميلات أهلت ده ربنا قرامة كبير قوي بس احنا نظهر اهلا بحضرتكم في بيت للكل زي ما تعودتم معانا إن احنا كمان يمكن فات على أعمال رمضان فرصة إن احنا الوجوه اللي لمعت الحقيقة في شهر رمضان من خلال الدراما فبنحاول إن احنا كمان نلتقي مع هذه الوجوه لأن هما الحقيقة قدروا إن هما يعملوا طلة كده منيرة وقدروا إن هما يثبتوا نفسهم في أعمال كبيرة ضخمة ومن الوجوه دي قررنا النهاردة إن احنا نستضيف وتكون من ورانا في استوديو بيت للكل الفنانة رحاب الجمال رحاب الحقيقة نجحت في أعمال كتيرة جدا حتى قبل رمضان ولكن في رمضان عشرين أربعة عشرين كان عندها عملين والاتنين الحقيقة مختلفين تماما بيت الرفاعي كتعمل دور ناعم لطيف وجميل وأيضا في صدفة لأنه العمل لايت كوميدي كتعمل دور مختلف إزاي قدرت تعمل ده ده اللي حنعرفه لما نرحب بالعزيزة والنجمة رحاب الجمال مساء الخير يا رحاب مساء الخير رحاب مساء الخير عليكم لسانهم طيبين ومرسي جدا اللي وجودي معاكم وإن شاء الله تبقى حلقة لطيفة إن شاء الله شرفتين بوجودك يعني بالبدأ زي ما تفضلت شافكي أنه اليوم قديش الفنان من الصعب أنه يقدم عملين بنفس الوقت وأي مهنك حتى كان أنك تشترى الشغلين اليوم صعب كثير أو مثلا إحنا كم وضيعين نقدم برنامجين برضو كمان صعب يكون فيه لود وفيه ضغط وفيه استرس شغل بزاته وتمسافر أو تمسافر مع معمونا فإحنا اليوم بنحكي عن مسلسلين ضخمين تحدث عن صدفة وبيت الرفاعي هذا العملين أيضا كمان هناك مشاهد كانت وشخصيات مختلفة تحتينا عن تجرباء وكيف كانت صعبة أو لا؟ أكيد صعبة جدا لأن المسلسلين كمان كانوا 30 حلقاء يمكن كتبقى أهدى شوية لو 1-15-31-30 فكان واخدين وقت كبير قوي في التصوير واخدين معي مجهود ذهني وسحي وعصبي لأن في البداية لما أقرى لدورين فيهم حاجة من بعض أخت البطل أخت البطلة طيبة طيبة بيتخاف على أختها بيتخاف على أخوها بيتدافع عن أخوها في ورطة بيتدافع عن أختها في ورطات وصدمات فخفت قبل ما أخد القرار كان لازم أتكلم مع لأستاذ الاثنين المخرجين عشان أمسك تفاصيل الشخصيات الحمد لله طبعا بسهم مختلفين يعني إحنا شفناك مختلفة هم على الورق محسيتش في البداية أنهم مختلفين ده المخرج الرؤية الإخراجية والمجهود اللي بزلنا كلنا علشان أفهم كمان من المخرج تفاصيل الشخصية خلي بالك كمان ده فيه دي بتطبخ ودي بتطبخ ودي عملت مطبخ أولاين ودي عملت أنا حسيت أن لأ طول شبه بعد جدا طيب خيال نبدأ ببيت الرفاعي رعد بيت الرفاعي طبعا يعني من القصص يعني أنا عايزة أقول هي امتداد بقى الشهد والدموع والمال والبنون لأ الأسر والعائلات ومشاكل الورث والانقسام العائلي اللي هم الطيبين والأشرار وده اللي بيحصل أنت طالعة في بيت الرفاعي عندك مسحة طيبة وخيرة وقريبة من القلب يعني أنا كنت حسى اللي هو إيه طب ما تجيب الحاجات الحلوة دي يا رحب ودي جيت زورينا اللي أنت بتعمليها دي بدأتي مع مين الأول بيت الرفاعي ولا صدفة لأ بدأت في صدفة الأول كتصوير والورق وأول حاجة تعرضت عليها كانت صدفة من قبل بيت الرفاعي كتير قوي وفيه ما بينهم شوية حاجات كانت تعرضت عليها وما استهوتنيش لإني حسيت إن قريبة من حاجات أنا عملتها هقرر نفسي فكنت مكتفية بصدفة قوي لحد ما اتعرض علي بيت الرفاعي وقريت وتخضيت من جمال الورق والفرصة طبعاً ده المخرج في تلميني والفرصة الحلوة ايو هو اللي كاتب والفرصة الحلوة مع أستاذ أحمد نادر جلال أول ما راشتغل معاه كمخرج فحاسيت إن فيه إضافة كبيرة هتحصل وبردو لما هوكي بقى باشا مصر بردو لسه أقول بقى لا ده موضوع ده باشا الأخلاق ده باشا الأخلاق وباشا الفن والإنسانية فكانت بالنسبة لي فرصة عظيمة غير مش قبلة للتفكير لا ده كان كمان كلها حاجات حلوة تخليني أتمسك بالعمل في بيت الرفاعي إن أكون أحد المشاركين في دي حاجة كانت بالنسبة لي إضافة كبيرة وزي ما قلت يا أستاذ شافكي الفكرة بتاعت بيت الرفاعي قريبة من مسلسلاتنا تحت زمان فرجع الشهد ومشاكل العائلية كمان فيه دفع فيه لحظات كده تحسي ترابط الأسري مع التفكك السراعات حب الأخت الأخوها والإخواتها الدفاع عنه أنت وملك أورا كمان كنا حاسين ألأك عليها وطب تك عليها وخف الدم ميرنا جميل اللايت كوميدي من المسلسلات الجميلة محطة مهمة في حياتي بصراحة طيب يعني ريحاب إحنا من بيت الرفاعي نروح لصدفة أنت اليوم بتمثلي بأدوار مختلفة يعني صدفة إليك شخصية معينة وبيت الرفاعي إليك برضو شخصية معينة جديش كان متعب يعني بعيدا أنه 30 حلقة وكان وقت طويل ويعني بجوز بلاش تشتغلي من 4 أو 5 شهور أو 6 شهور بهذا العمل لكن كيف قدرت تعمل الشخصيتين وصير في توازن ما بين الشخصيتين الحقيقة أنه برضو كان ده جزء من حاجات حصلت لي كده في نص طريق الشغل كنت ساعات وأنا في العربية رايحة أعمل كده وأبقى خايفة جداً وأنا بمثل أني ممسكش الشخصية قوي وعارف أنت تلمس في الشخصية التانية آه ده كان في وقت بحصل لي لخبطة كتير جداً بس بستأنف نفسي بسرعة وراجع وأقرأ وأنا في الطريق في العربية وأدخل لوكيشن أحاول أسترجع أنا بعرف أنه كنت ملتزمة حتى بالموعيد أو جبل بساعات بتكوني باللوكيشن فأجل ديش كان صعب أيضاً لا والله مش صعب هو تعود الالتزام تعود أنا دايما أقولها تعود هي يعني هي عادة حلوة يعني اللي بيستفيد منها الملتزم نفسه بدي نفسي وقت للمذاكرة بدي نفسي وقت أني أخذ مود اللوكيشن اللي إحنا فيه وأتفاعل مع زمايلنا في اللوكيشن كله سواء اللي وراء الكاميرا أو اللي قدام الكاميرا لو عندي أسئلة عندي وقت أسأل المخرج وأستفسر عندي ملحوظة عندي تعقيب فيه مساحة لية مساحة أجهز كمان ما بقاش مستعجلة وأدخل فأضطر أقول الكلام زي ما هو ده بيفصل فأنا بقول إن الالتزام بصراحة لصالحي أنا واحترام رمضان خد بالك يا رعد رمضان بقى كمان عبارة عن ماراثون كده يعني بالذات في الأعمال اللي بتبقى في رمضان فأنا لو أنا مكانك يا رحاب وبفكر كده طب أنا حعمل عملين في رمضان بتبقي أكيد الآن لأنه دي فرصة إنك تقدمي المواهب اللي عندك أو الطاقة الحلوة اللي عندك في عملين فبتبقي بتسألي مين يعني مين اللي بتستشريه طب أعمل ده ولا ما عملش طب أعمل واحد ولا ولا عمل للاثنين يعني يعني نخلينا في الدايرة دي يعني الحقيقة أنه جوزي أول حد بشوره وببقى متوترة جدا في بعض القرارات فبرجع له بيشجعني على الحاجات وكمان بيرجعني عن قرارات ممكن تكون نتيجتها متعبة أو يكون فيها خسائر ليه على المستوى الفني وليه لأ خلي بالك ما تعديش نفسك تاني هات قراري نفسك بلاش تطمين كتبقي متواجدها اللطيفة يعني هو عمل كده السنة اللي فاتت كان يعني شايف أن لا ما تشاركيش في حاجة ولما جاي جاي لي مسلسل جات سليمة مع دونيا سامير غانم وضيفة أنا معهم ضيفة يعني معنديش دور كبير قال لي تجربة حلوة وأنا حابب أنك تبقي موجودة في تجربة دي طرح وأنا كمان حابة أكون مع أستاذ الإسلام خيري ومع دونيا سامير غانم وتجربة شوية فيها زي زي ديزني كده حاجة يعني فانتازي فكانت بالنسبة لي دي تجربة ألطف من إني أعمل عمل كبير وما يضيف ليش حاجة ويمكن كمان صحيح ما قدرش يبقى فيه كويسة زي ما المفروض يعني يعني أنا بشوف الابتسامة بودش كنت بتحكي عن العمل يعني ديش مبتسمة وسعيدة بهذا العمل هيا دونيا سامير غانم بتبسطنا كمشاهدين وأنا كفنانة يعني وزميلة لها أنا بحبها بحبها على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني الفني فلما بفتكرها بابتسم طيب إحنا اليوم نحكي عن صدفة يعني هي تجربة جديدة إليك أيضا رحاب ممكن تكون ممكن يصلنا في هذا الأعمال أنه كوميدي نوعا كوميدي وجديش حابة أن تثبتي نفسك بهذه الأعمال الكوميديية أنا شفت صدفة كوميديا طالعة من المواقف أكتر ما كوميدي يعني أحب أنا صنفه وكوميدي اجتماعي يعني موضوع بالنسبة لي مهم جدا طرحنا مشاكل كتير قوي مشكلة الأبهات اللي بتتنكر لولادها أو بعض الأبهات اللي بتتنكر لولادها مشكلة الشباب والزواج العرفي والمخدرات وإهمال وانشغال الأهل عن أولادهم بعض المدارس بيحصل فيها صدام ما بين الطلبة وما بين المدرسين يعني بقول عليه عدم وعي وعدم إدراك لسيكولوجية الأولاد في سن المراقع دي مشاكل كانت مهمة جدا وبقالنا كتير ما تطرقناش لده بالشكل الظريف ده يعني إحنا ندي جرعة كده دسمة بتقفلي الناس لكن لما تديها في قالب كوميدي وضحك ويطلع الضحك اللي هو الكوميديا السوداء من موقف صادم أو من مشكلة بتستقبلي وبتشوفي المشكلة وبتشوفي حلولها وبتبدأي كمشاهد بيبقى فيه مراجعة بتحسي إن لأ فيه رسالة فأنا شايفة إن صفة فيه رسائل كتير قوي طيب أنا يعني الحقيقة وأنا ببقى سعيدة جدا لما بينتهي شهر رمضان تنتهي الأعمال بتحسي إن أنت يعني دخلة بقى مرحلة جديدة أنا شايفة إن السنة دي 20-24 بالنسبة لك سنة حلوة يعني في السينما كمان يا راعد رحاب عملت دور في فيلم الإسكندراني مع أحمد العواضي كنت متخلنك حتروحي حق أعرب يعني بعدها بس ده برضو حاجة حلوة إنك تعملي سينما وتشتغلي مع أكتر من نجل كلميني عن تجربة الإسكندراني أنا كنت أضيفة في الإسكندراني يعني ليش دور كبير يعني لما كلمني المنتج الفاني لأستاذ صابري السنماك ولأستاذ خالد يوسف وعرضوا علي الفكرة إن المساحة الصغيرة دي بس هي شخصية مؤثرة وشخصية برضو فيها طيبة وجدعانة واحتواء هي سبت تقريبا ضيفة في البيت لكن تقريبا هي كأنها كبرت البيت وبتحتوي برضو المشاكل وبتعالج المواقف فتحمست قبل وحبيت إن أكون موجودة وأحمد العودي وزينة وبيومي فؤاد فهيالتجربة حلوة ولورق أستاذ قسامة أنور عكاشة باقت تجربة عظيمة طبعا سنة حلوة عليك طبعا يعني عشرين أربعة وشلين عاملة حلوة قوي سنة حلوة يعني رحاب احنا بنعرف الفنان دايما بيحب يكون عنده أرشيف من الأعمال الفنية والدراما وإنتي دائما بتجد من الشيء المختلف تحديدا دائما بتغيري الألوان بطريقة مختلفة هل إنه إحنا اليوم هدفنا يكون فينا أرشيف ولا أنه أنا اليوم أنجح بمعظم الفن الموجود أو العمل الموجود والله الحقيقة أنه أنا عندي بلان عندي كده خطة لنفسي هي صغيرة وبسيطة بس بحاول أكتهد أن أنا حققها معا بصراحة الحظ بيخدم ساعات الحظ يخدمك أنك تنفذ الطريق اللي أنت رأس من نفسك يعني بتحاول تكون مختلفة رحاب آه طبعا بحاول أقدم الجديد دائما وأطور من نفسي بأتفرج على نفسي كتير جدا كنت زمان من خمس ست سنين يعني مش زمان بمعنى لكن من خمس كنت ما بحبش أتفرج على نفسي وبعدين لقيت أن ده خطر غلط لازم أتفرج وأشوف عشان أراجع نفسي وأشوف عيوبي وبدأت من سنتين أكتب وراء وألم وأنا بتفرج وأكتب تكتبي ملحظاتك لنفسك أنا فكرة دي حاجة صحية جدا آه فعلي أنا شخصين بعملها لنفسي وأنا مزيعة مش فنينة يعني بس فكرة أن أنت تدون الأشياء طبعا لأنها بتمسك كده في الزاكرة طبعا وتقدري تتجنبيها بتبقى موجودة في الزهن طول الوقت وأنا شغالة فكريها فبحاول أتخطاها وأبايد عنها ما رأيكم مشاهدينا أن نذهب إلى بيت الرفاعي صحيح عندنا بنت الرفاعي ولكن خلينا ندخل لمشاهد بيت الرفاعي أنا كلمتك أنت أشعاف أنت الوحيدة لا تصدقيني أبوكي تاعي بدخلت أجيب له مياه رجعت لديته مأتول والله العظيم ما عرف إيه اللي حصل ما لش إن شاء الله الحقيقة هدبت تقل لي خليك تجيب حبيبة معاك كان لازم يا سين فاروق مبارح هددني قال لي لو تلعي الصبح والبت دي هنا هأزيها خفت عليها قلت لازم أوديها لأمه فاروق اتجنن خلاص ونوي لك عشر يا أخوي خلي بالك على نفسك يا سين مش بسد إنه هو وياحي مسدينه إنه اللي عملت كده ما تنساش إن أبوك الله يرحم وهو اللي مربي طرق ومن ساعة متعمي فاروق شايف إن أبوك ده هو كل حياته ملوش غيره أنا مش عارف أعمل إيه رحاب وإنتي بتتكلمي عن التمثيل هيخليني هنا أسألك إمدى حسيتي إنه لأ أنا عندي موهبة أنا حب التمثيل أنا عايز أمثل دي بدأت منو أنا صغيرة قوي أنا في المدرسة في ابتدائي كان عمري حوالي عشر سين حداشر سنة وشوية فريق التمثيل شوية فريق الموسيقى وبعدين ده اختفى مع مذاكرة السنوية العامة ودخول الجمعة قتلة السنوية العامة أقعد دي بتتنسل كل حاجة جدد فبعد الجمعة قابلت مدام فيك عبدو أنها صديقة للعيل عندنا فقلتها أنا عايزة أمثل فكان ردها رد حاسم اللي عايزة تمثلي بتحب التمثيل هو موهوبة قلت له آياتي اللي هيحددلك ده بجد معهد التمثيل اللي هو المعهد العليل في المصرحات طيب أنا مش عارفة قدتلي سألي وأنا هسألك ولازم تدخل أول سنة دخلت في الاختبارات فشلت عرفت عيوبي وعرفت مشاكلي اختبارات صعبة برده آه طبعا صعبة جدا عرفت عيوبي وعرفت مشاكلي وروحت حضرت مشاهد تانية جديدة وطورت من نفسي ودخلت تاني سنة اتقابلت وبدأ المشوار ودرستي بقى وكملتي يعني بدأ التمثيل من المعهد العليل في المصرحية لأنه هو ده الطريق السليم والأقصر عشان ما يبقاش بنضيع وقتنا زي ما دام فيه في عبدو مقالة هالي قلتلي ما تضيعيش طقتك وضيعي وقتك وخشي من الطريق السليم أفضل وأحسن حتلاقي الدنيا كلها بتتفتح قدامك أكيد أكيد طيب رحاب روحتي للأردن زورتيها آه زورتي للأردن متى؟ من 6 سنين 7 سنين شو بتذكري بالأردن أشياء؟ لا حاجات كتيرة هو كان احتفال كنا في رمضان على فكرة آه كان رمضان وكان فطور أعلميين وصحفيين أكلتي منسف بقى أكيد طبعاً أكلتي منسف؟ أكلتي منسف؟ فاصل وبعد الفاصل نستكمل الحوار الدافئ الجميل مع الفنانة رحاب الجمال أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا الكرام من جديد أكيد معكم عدنا للقاء أيضاً نفننتنا اليوم اليوم نحكي عن عملين وحكينا اليوم عن كدش كان في صعوبة بأداء العملين يعني بالرمضان كان كثير صعب وتعاملت اليوم مع بطولة نسائية وبطولة رجالية البطولة الأولى أكيد مع ريهام محجاج والثانية أكيد مع أمير كرارة كان شيء مختلف فتحكينا شو كان المختلف بهذه الأدوار بس أنا بقول دايماً على أمير كرارة أمير الأخلاق يعني هو حد طيب جداً وإنسان ملتزم لكن الحقيقة إن إحنا ملحقناش نعمل كواليس لأن الأستاذ أحمد ندر جلال كان عملها حلبة مصرعة كلنا مركزين جداً مفيش وقت إن إحنا حتى ناكل تركيز جداً كان كل اللوكيشنز اللي بنصور فيها كان عايزها حقيقية وفي أماكنها الطبيعية وده تعبنا جداً حتى المدفن كانت صوروا في مدافن رحنا مدافن سقارة رحنا مدافن التانية مدافن الأباجية لا المدافن حقيقية مش ديكور فعايز أقولك بجد تعبنا ما كانش عندنا وقت يمكن كنا إيه شوية ممكن ناخد نفس لما بدأنا نبقى في رمضان رغم دلوقتي كان أكتر ديق لكن في وقت الفطور عشان مديبقى صايمين طول اليوم ده كان فيه مساحة شوية وإحنا بنفطر إن إحنا نتكلم ونهزر وندحك ونعمل شوية راحة كده ونرجع نستقني في اليوم ونصور بعد الفطار لكن قبل رمضان عايز أقولك ما كانش فيه وقت يعني كانت جبهة كان المنافسة قوية جدا بيننا وبعدين كلنا كنا عندنا كده فكرة إحنا بننافس بعض وبعدين إحنا مع بعض فريق بننافس زميلنا في الأعمال التانية أه طبعا فده كان إحساس كده عارف لكن إحنا في صدفة لإنه بطبيعة الحال كان مسلسل كوميدي عايز أقولك إحنا وإحنا حتى بنعمل بروبة وبنقرى المشاهد كنا بنتحك وكان فيه وقت عندنا أكتر أكتر لإنه ما فيش النيرف اللي فيه شدة الأعصاب وكمان كان الأستاذ سامح عبد العزيز المخرج هو دمه خفيف وبيحب الشعبي الطبيعي البسيط البسيط اللي شبه بيوتنا المصرية بجل فكان بيطلع مننا تضحك منهم يعني مثلا يقولي عايزك هنا لما تتنرفزي من ابنك قضي إزغودي قرسي الولد الحاجات دي فكنا بنتحك لحد ما نبدأ نفهم المشاهد وتفاصيله أستاذ سامح عايز مننا إيه فبيبقى عدى وقت بروفتين تلاتة فبنتحك وبنهزر بنأكل مع بعض لأ كان عندنا أكتر وقت في صدفة لأن كمان ريهم طفلة يعني هي طيبة قوي زي صدفة أنا متأكدا هي زي صدفة مش قوي بس صدفة رغاية ريهم مش رغاية بس يا ريهم بقى كانت متقمسة وكانت مجننانة في الكواليس قلت بعضها لها بس يا صدفة يا رغاية بس هي ريهم طبيعتها مش بتتكلم كتير هي هادية يعني هي طيبة كده وهادية بس صدفة رغاية قوي وجاية قلبنا صدفة ترغي كتير قوي أجل صدفة إيه يا صدفة فيه إرحميني هتعوريني تتحرق رنضة على المرنضة على علي علي اللي جابوهم في السحة واحدة هتعوري نفسك هما كانوا من بقية أهلك وأنا معرفش لا ولما هو لا طب ما تركزي معينا في مشاكلي ما أنا من أهلك وتشوفيلي الواد السفل اللي قاعد جوه ده شوفيلي معاه حل ولا أنت تمامك الكلمتين اللي قلتهم له وشكرا للتحية ونراكم في المصارات أنت تعرفي عني كده تعرفي كده عن أختك ده أنا صدفة ده ما فيش مخلوق خالق على وجه القرى الأرضية يقدر يحطيني قدام الأمر الواقع يعني دلوقتي لما بيجي لك الورق المعايير بتبقى الموضوع حلو ولا أنا أحب أشتغل مع النجمة دي أو النجمة ده وأحيانا ممكن يبقى في حد ما يبقاش فيه كيميا أو تكوني مثلا أنت بقى كممثلة يعني أنا بشوف إحنا كمشاهدين هتلاقينا حب ناس عن ناس أحب أتابع ده ما تابعش ده إحنا أحرار لكن هل الفنان ما بيفكرش في نجومية العمل وبيفكر في الورق ولا أحيانا برضو النجومية تخليه لأ أنا أحب برضو أشتغل معاه أنا بشوفها كلها عناصر متربطة هي زي الديفيرة هو أوركسترا كله بيكمل بعضه لازم شركة مهمة قوي بداية الموضوع شركة الورق لازم يكون حل ومكتوب كويس الدور جديد علي المخرج هيضف لي لأ حاجات كتير عناصر كتير قوي عشان أنا أخذ القرار أني أشتغل لازم تتوفر عوامل كتير قوي ومش شغلي وخلاص أصلا أنا مثلت كتير بس لازم كل خطوة تبقى محسوبة محسوبة مفيش الهو أنا مع فلان أو فلانة خلاص أنا معاكم للمقر مفيش ده دلوقتي مفيش ده دلوقتي لازم أقرأ الأول لأ أصلا هي الأصحاب ما لهمش علاقة بالشغل لو أنا بحبه فلانة أو بحب فلانو أصحاب جدا إحنا أصحاب ده قريدي بره إحنا أصحاب الشغل بقى لازم يكون فيه حاجة جديدة أنا هقدر أقدمها الدور يبقى جديدة علي مش شغلي لمجرد الشغل يعني ليه أصحاب كتير جدا عمري ما اشتغلت معه وليه أصحاب كتير جدا ممكن أكون اشتغلت معهم مرة وما اتكررتش تاني ما لهاش علاقة يعني مش 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 مقياس صحيح مش مقياس طيب يعني ريحة نرجع شوي للسنوات الماضية مسلسل برينس يعني كمان كان من أفضل مسلسلات في ذلك العام أكيد يعني اليوم نحكي عن 2024 إيش برأيك أفضل الأعمال اللي شفتيها وشاهدتيها بهذا العام هو في ميزة السندي إن بحقيقة ومش دبلوماسايا كل الأعمال حلوة ومتنوعة يعني ما فيش منفسة بالشكل اللي هو القاسي يعني الأحسن المنافسة كانت على الجودة لكن كل عمل ولوجه مهوره يعني فيه مسلسلات الشباب السندي بجد عامين شغل رائع التنوع كان إليه دوره طبعا طبعا التنوع الدراما المصرية السندي أنا بقول عليها بجد فيه ثراء ثراء في الأفكار وفي النجوم والأبطال العمل الواحد ما بتلاقيش فيه بطل لا بتلاقي فيه مجموعة كبيرة كل واحد بطل ونجم في دوره أعمال كتير متنوعة كمان اللي استفاد أكتر المشاهد لأنه بقى عنده التنوع ده وجبة داسم يقدر يختار الحاجة اللي بيحبها الموضوع اللي بيحبه يلاقي المجم اللي بيحبه يمكن بالعكس كمان إحنا افتقدنا نجوم السنة دي خمس أو ستة أو أكتر نجوم كانوا تغيبوا عندنا لكن إن شاء الله السنة الجاية يبقى يعني يمتعونا بأعمالهم بس أنا مش شايفة حد أحسن أنا شايفة إن إحنا كلنا السنة دي للأفضل وكلنا نكحين كان فيه تنوع كتير كلنا نكحين وفيه مجهود تنوع كبير مجهود كبير مجهود كل الناس بزالت مجهود وبجد يعني أحلى المواسم الرمضانية السنة دي صحيح كل فنان لما بيعمل عمل ناجح بيحس إنه عمل خطوة طلع سلم جديد بتشوفي زي يعني كل واحد برضو أنت بصل نفسك فين عايزة تبقي فين إيه النوعية اللي نفسك تروحي ليها ولا الأعمال هي اللي بتوديكي يعني أحيانا الواحد يبقى عنده هدف وأحيانا الأعمال هي اللي بتوديه للهدف ما زي ما قلت لحضرتك الأول ساعات الحظ يخدمك إنك تحقق حلمك وساعات الحظ يعاكز فيبقى عندك حلم وبتحاولي بس بيتأخر شوي أنا بقول إن طبعا فيه نسبة حظ كبيرة وتوفيق من ربنا إن أنا بتجي لي حاجات مختلفة وبيحصل تطور في الخطوات طبعا أنا بحاول وبقى يعني بذاكر لكن جنبي ده لأ الحظ بيخدمي حلمي أنا يعني أنا بشوف المسألة الأعلى بتاعي عدل أدهم عدل أدهم أنا بحبه وهو مدرسة كبيرة شر الأبودام الخفيف شر ويخير بس أول مرة أشوف نجمة بتشوف الحلم في نجمة يعني أو فنين رجل يعني لا أنا ده يعني ده بالنسبة لي هدف ريحاب يعني دائما بنحكي عن اتهامات وفيلم مستر إكس يعني في بعض اتهامات إنه يعني ضد المرأة صحيح؟ شو رأيك بهذا الكبير؟ لا إحنا بنعمل حاجة الناس تضبسط مش ضد المرأة زي أنا مرأة عبقى ضد المرأة يعني عبقى ضد نفسي لا خالص هو يمكن لأنه يعني إحنا قفلنا كمال حابين نسمع رأيك أنا حابين نسمع رأيك لا إحنا بنعمل أنا دايما بقول إيه في أعمال بتبقى انترتيمنت يعني يعني هي لل اللي إحنا نتضبسط ونستمتع وفي أعمال بيبقى فيها رسائل ماستر أكس أنا أنا بقول إنه الرسالة اللي فيه كان فيه قصادها رسالة تاني يعني في آخر الفيلم هانا زايد عملت برضو نفس العصابة يعني في جابهة السيدات ضد الرجالة وبرضو ده مش إدانة يعني اللي قصوده إن هي حاجة فانتازي أنت مش ممكن تعمل عصابة وتجيب رجالة وطلقهم من السيدات اللي بتقاهرهم مش حاجة يسمع كده بس إحنا أهو موضوع للدحت حاجة خيالية لايت كده بس كمان أنا ولا ضد الرجالة ولا أنا مع السيدات بالشكل اللي هو اللي بيبقى نناضل لا الموضوع مش معه الدنيا تخلقت نصها ستات نصها رجالة الأسرة بتبدأ من براجل وسط فأنا ولا معها ولا ضد أكيد أنا معا إحنا بنتشارك كل حاجة صحيح صحيح أنا عايزة أعرف منك أحيانا أعمال كتير أفلام أو مسلسلات حتى بيتم إعادتها يعني من جمالها من تأثيرها من قوتها إيه الفيلم اللي تتمني لو تم إعادته تشاركي فيه أو تعمليه حاجة كده تكوني شفتيها تأثرت بيها حبيتيها في أفلام كتير بترجع الدايرة التدور ويتم إعادة التقديم عمري ده ما خطر في بالي لأن أنا يعني بقول على نفسي حقلة شوية أدعي إن أنا عقلة مجرؤش لو قدمته فيلم قدمته نجمة من نجماتنا لو أنا جيت أعيده أنا نفسي خايف مش أخاف من الجمهور أيوه أخاف أبص على نفسي في المراية بعد بس أحيانا أنت كرحابة كرحابة في النفس تشوفي أعمل تقولي والله أنا كان ممكن أعمل الدور ده إيه الدور اللي تشوفي نفسك كان ممكن تعمليه اطلعي برا عايشي في الخيال نحن نعيش في الخيال نحن نعيش في الخيال ولا يهمك أنا خليها ترجع تاني حالنا نرجع نشوف يعني عايش في الخيال لو أنت تأثرت بفيلم تأثرت بنجمع بشخصية ممكن بشخصية أنا بحب فيلم الراقصة والطبال الراقصة والسياسي طبعا يعني آه بس مجرؤش أعمل كده على كنتك كبير آه تمنيت وأحلم ده بني وبنفسي لكن مجرؤش أعمل كده طبعا طبعا بس عارفة أنا مجرؤش أعمل كده لكن تحبي بس لو تعرض عليك هتقبلي لا تخافي لا خاف إلا لو المخرج شف سكة أو شجعك لا يشوف حد غير آه تخاف حاوز محضر القراء محضر القراء لا خدمة لكن الأعمال دي أصلاها نجحت قوي نجحت قوي والفنان ممكن يخاف والنجمات اللي عملوها عظام إحنا نخاف نعمل دنبع بعدهم يعني مين اللي هتعمل الرقصة والطبال أو رقصة والسياسة بعد الهانم نبي العبيد خلاص 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 لا لا مفيش ماندي شيء قون ستة هترد عليك في السؤال لا لا بس مش دبلوماسية والله أنا بحبهم كلهم بس اللي أنا قلته إن في أصحابي ما اشتغلتش معاهم بس ما رح حكايتي ما رح أشتغل معهم أو ما رح يكون فيها بس ليش؟ لا لكن خني التعبير لا والله لا ده بجد لا أنا تقريبا اشتغلت مع أغلب الناس يعني أغلب الناس خلينا نقول ده يعني ناخد شوية من الشر اللي عندي راعد ده ونسأل أحيانا ممكن يكون فنان كويس جدا بس ما عندناش كيميا مع بعض بتحصل لا أنا عسلا اشتغلتش اشتغلت مع أحمد ساقق اشتغلت مع كريمة عبد الله أنا مش عشتغلتش مع أحمد عز أه ومش عشتغلتش مع هندي صبري ومنا شلبي إيه رأييكنا أنا نفسي أشتغل معاهم جدا لكن تقريبا بقى أنا اشتغلت مع بقى الناس اللي موجودة وأمينة خليل مش عشتغلتش معاها بحبها جدا تحب تشتغلي مع أمينة جدا وبحب أتفرج على أعمالها لأنها متجددة ومركزة ومتطورة وبتختار لو في فيلم محتاجين أخت تبقى معاك تختاري مين مين اللي تشبهك وتعمله مع بعض دوتو أختين عملنا السنة دي أختين عمالت أختين بس لو جات لك أخت تبقى تانية أخت تانية تبقى ميرنة جميل ميرنة جميل انت وهي لأن ميرنة دماء خفيف وبتنكشني فبتخليني أنا كمان هتحك وهزر وبتبقى كده القعدة حلوة فمتقالي لو اشتغلنا مع بعض كده صنائي أنا شافكي وصفتني بالشر ورح ضل بالشر وأسأل كمان سؤال إنه اليوم أيوة إيش أكثر عمل إيش أكثر عمل اشتغلتي اندمتي إنك اشتغلت بهذا الشور أو بهذا كان فيلم اسمه بنت من دار السلام ووقتها اندمت بس لما نضقت بعد شوية قلت لنفسي إن حتى الاختيارات الشوية ممكن تندم عليها فهي تجربة مهمة ومفيدة لأنها خلتني بعد كده أعرف كل التفاصيل أكتر أذاكر الموقف أكتر أدرس الموقف أكتر أحسن الاختيار أسأل في التفاصيل كتير فبطلت فكرة الندم اللي اكتشفت إنها خطأ يعني خلاص اللي حصل حصل بس هستأنف ده وبطريقة أحسن وحاول حتى الاختيار الخطأ أستفيد منه بس وقتها فعلا ندمت ووقتها قتمت دهاء جدا وما كنتش حابة تجربة قالص لكن بعد كده قلت لنفسي كل خطأ هو اللي بيؤدي بعد كده للتقدم صحيح وأكيد عموما يعني أنا بشوف إنه الفنان مفيقش مشكلة إن هو يقول أنا عملت عمل وما لقيتش نفسي فيه أو أعملت تجربة وما نجحتش فيه بتحصل بس الفن مغمرة هي التجربة بس علشان كانت مش مرتبة يعني هو مفيش خطأ من أشخاص قدم هو إحنا قلتنا لإن استعجلنا ودخلنا الفيلم وما حضرناش وقت كافي مرتبناش الورق كان مفروض فيلم قصير وبعدين وإحنا شغالين في النص قرروا إن يبقى فيلم طويل فده عمل يعني طريقة غلط عشان تصنع بها فن التحضير مهم إيه؟ فبالتالي ما طلعناش بالجودة اللي المفروض كنا نبقى عليها طب قبل الختام أحلامك إيه؟ يعني بعد انتهاء بقى أعمال رمضان والنجاح كده هرجع ورا كده وارتاح وأبدأ أفكر هعمل إيه؟ ولا في خطط موجودة؟ حلمي إني أشتغل فيلم من إخراج ابني ابنك بيشتغل في الإخراج؟ آه جميل في عنا إحنا كمان بالأردن بني نشوف كتير فنانيين تلاقي ابنه بنفس المجال فبشتغلوا مع بعضنا أو الإعلام بالإعلام فجديش حلو إنه الأب بس أنا أشوفها حاجة بقى إيه؟ هتبقى يعني مضحكة لأن أنا بزعقله في البيت فهو هيزعقلي في التصوير طبعا الشغل لازم أسمع كلامه لازم أسمع كلامه طبعا رحاب الكلام معاكي جميل لا يمل واحنا سعداء إنك نواتينا في بيت للكل وإن إحنا عايشنا معاكي تجربة النجاح بتاعت أعمال رمضان وبيبقى فرصة فعلا إنه يعني كده تلتقط الأنفاس وإن شاء الله تكملي المسيرة بأعمال تانية بإذن الله إن شاء الله نشوفك بأعمال تانية ورمضان عشرين خمسة وعشرين بأيضا أعمال جديدة وإن شاء الله تكون زي ما شفناها بصدفة وأيضا بيت الرفاعي شكرا إليك وشرفتينا شكرا جدا شكرا جدا نورتينا وشرفتينا في بيت للكل شكرا إليك أكيد مشاهد الكرام هيك انتهى وقت برنامجنا معكم من برنامج بيت الكل بإذن الله سنلقاكم بحلقات أخرى ومواضيع أخرى إلى اللقاء